صفاء يعطيك العافية، صفاء يعني لماذا لم يتم الاعلان عن موعد تفجير الصوامع اليوم؟ أجل حسين، بحسب ما أعلنت لنا الجهات الرسمية والتي كانت قد أدلت يوم الأربعاء الماضي بأنه سوف يكون هناك خطة بديلة ولكن الاعلان عن هذه الخطة جاء اليوم وجاء معه التنفيذ ولكن الآن لنتحدث أكثر عن آلية التفجير التي تمت ينضم إلينا العميد خالد مدير سلاح الهندسة بداية يعطيكم العافية، إذا ما أردنا أن نتحدث عن آلية التفجير التي تمت اليوم لمبنى الصوامع من قبلكم بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بعد العملية التفجير الأولى إجتنا تعليمات من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة بمساعدة الشركة التركية التي قامت بعملية تدمير الصوامع بنظام التفجير الفراغي قمنا بالتحرك إلى الموقع، أخذنا معنا الفرق المتخصصة في هذا المجال أو نحن كمملكة أردنية هاشمية ما لدينا نظام التفجير الفراغي ولكن لدينا الخبرة في التعامل مع المتفجرات بشكل ممتاز والحمد لله رب العالمين لما تحركنا الموقع، درسنا موقع، درسنا نقاط الارتكازي لموجودة كانت لا زالت نتيجة التفجير الأول درسنا دراسة سريعة نقاط الضعف في المبنى قامت القوات المسلحة بتزويد الشركة بجميع مستلزمات التي لازم تستخدمها للمتفجرات حتى أن يتم إسقاط المبنى في مكانه فالحمد لله رب العالمين قمنا بالتوضيع والإشراف المباشر على أعمال الشركة لأن المتفجرات التي قمنا باستخدامها الشركة لم تستخدمها قبل هذه المرة فقمنا بالتوضيع والإشراف عليه فحصنا الدوائر الكهربائية كاملة والحمد لله رب العالمين وتمت العملية بنجاح تام كما هي راح تشوفها بالأشرطة الفيديو شكرا جزيلا لك العميد خالد إذن حسين كما تحدثنا مرة أخرى الإبلاغ لم يأتي بناء على الخطة البديلة والتي قامت الجهات المعنية على مدار الثلاثة أيام الماضية كما أعلنت خلال مؤتمرها الصحفي الماضي أنها سوف تقوم بدراسة المشاكل التي تعرضت لها أثناء عملية الانفجار وكذلك نقاط الضعف التي حصلت وتم بناء على هذا الأمر التجهيز على مدار أربعة أيام ولكن لم يتم التبليغ بشكل رسمي عن هذا التفجير الذي شهدناه اليوم في مدينة العقبة نعم إذن مراسلة قناة المملكة صفاء الخوالدة من العقبة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك